التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه هذا هو الخلاف الذي ذكرته في أول الكلام أنه إذا كانت التمائم المعلقة من القرآن أو من الأدعية الشرعية فالسلف اختلفوا فيه منهم من منعه ومنهم من أجازه بشروط التي ذكرناها هنا